السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في خدمة جميلة التي تخص وتهم أولياء الأمور المدرسين وصراحة وإدارات التعليم وكل من له علاقة بالتعليم التعليم العام خدمة ترتيب المدارس هي الخدمة موجودة أو المنصة المتفاعلية موجودة على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب فنكتبها نختارها من جوجل هنا حنختار الخيار الأول مستوى أداء المدارس تعرف على مستوى المدارس هذا الموقع هيئة تقويم التدريب التعليم والتدريب اسمه استعرض المؤشر قبل أن ندخل في التفاصيل هم محطين لا يقيم العافية هنا الخيارات الرئيسية على مستوى المناطق بالنتائج القدرات علمي ونظري والتحصيلي علمي ونظري العشرة الأواعية قويس هذا قبل أن ندخل في التفاصيل فمثلا لو اختلنا مدينة الرياض القدرات علمي هذا ترتيبها حكومي وأهلي بنين وبنات القدرات نظري هذا الترتيب تحصيلي علمي هذا الترتيب وتحصيلي نظري تحصيلي نظري ما فيه على مستوى البنين طيب هذا بس يعني كم مقدمة لكن الشيء الجميل هذا جميل لكن الشيء الأجمل في المؤشر نفسه نستعرض المؤشر هنا فيه خيارات الخريطة التفاعلية بحيث أنك أنت تختار يتم اختياره وتحديده على الخريطة ترتيب المدارس ترتيب إدارات التعليم وحتى ترتيب مكاتب التعليم داخل إدارات وهنا الخيارات يمكن تختار الأعلى أداء المدارس مكاتب التعليم وإدارات التعليم دعنا نرى ترتيب المدارس خيار ترتيب المدارس نختار هنا عام 43 التحصيلي علمي من الخيارات الموجودة نختار مستوى الأداء كله كامل كامل عام نختار البنين فقط اخذل نغوي النات فى مستوى الرياض من احتر Uns on في كل المناطق اسم أديmmen ادارة تعليمية داخ Southern نقديم تعليم في منطقة الرياض اخترية مدينة الرياض اوجد نغوي الناتف Is on ا cadب dent مكاتب تعليم في داخل منطقة الرياض اضطلب و مدينة الرياض النوع تعليم في الحكومي كمثال عام 43 تقيم ترتيب المدارس للتحصيلي علمي وبني في الرياض للحكومي طبعا ملاحظة شخصية ليش اخترت التحصيلي ممكن طبعا القدرات نجربها الحين التحصيلي في نظري يعكس أكثر مستوى الطلبة ومستوى المدرسة يعني المدرسة تدريس المدرسة خلا نقول يعكس أكثر مستوى تدريس المدرسة في المواد وأيضا طبعا تمييز الطلبة القدرات من ناحية أخرى في وجهة نظر شخصية أنه يعكس أكثر الطالب نفسه أكثر من مدرسة قدراته لأنه عادة يسأل عن أسئلة عامة للذكاء ممكن تقيس الصحبة أو مستوى الطلبة الموجودين أكثر فالقدرات في نظري تقيس الطلبة أكثر التحصيلي في نظري يقيس مستوى التدريس في المدرسة أكثر هذا وجهة نظر شخصية نختار التحصيلي على طول بشكل أوتوماتيكي هنا نقول تطبيق لسه هنا الآن ما هي يعني لسه ما حصل ما طلعت النتائج نختار تطبيق نعيد مرة أخرى 43 تحصيلي علمي مستوى العام المفتوح البنين في مدينة الرياض في إدارة تعليمية لمنطقة الرياض توقع يقصدون المدينة مدينة الرياض حكومي تطبيق ننتظر هذه الآن هذا النتائج العام 43 ثانوية عبد العيز بن باز كان هذا متوسط درجة طلبتها فيه الأولى وهذا الثاني الحكومي الآن لا تنسوا الحكومي وثانوية الأمير عبد العمليد مقرارات الثالثة وهكذا الترتيب فيه المتوسط الدرجة للطلبة في أي إدارة تعليم في أي مكتب تعليم كم ترتيبها أتوقع هذا على مستوى المملكة هنا فيه شي جميل ممكن تستعرض معلومات عن هذه المدرسة مدرسة بن باز تجريد تعرف تتبع زم قلنا العلمي التفصيل للدرجات المفصلة حقتها هي الآن نتكلم عن العلمي تحصيلي بين هذه المدخلات التي ادخلتها في البحث هذه المدرسة متوسط الدرجة عام 1943 ترتيبها على مستوى المملكة نعم تأكدنا ما المعلومة هذه هذا الترتيب على مستوى المملكة بالثانويات على دارة التعليم 28 على مستوى المكتب التعليم 12 كويس أكيد في مدارس أهلية قبلها وهنا فيه شي جميل هنا ممكن تظاهر لكم جزء منه التوجه للموقع يتفتح لنا على جوجل نقفل هذه فيه شي جميل هنا تبقى تقارن تقارن مثلا أبو قارن من ثانوية عبد العز بن باز وثانوية الفهد كمثال وقل له مقارنة المدارس أعطانا هنا المقارنة اللي بينه كويس ثانوية بن باز ممكن أختار طبعا أكثر من مقارنة وهنا متوسط الدرجة على مستوى المملكة ما شاء الله لقوة الله هم متعدين مستوى على مستوى المملكة على مستوى المملكة بشكل عام 62 هم جايبين فالتحصيل ما شاء الله أعلى عادة تعيين ويختار أي مدارس أخرى في أي منطقة هذا اخترت الحكومة خلنا نشوف الأهلي نفس الشي في الرياض الأهلي المدارس الأهلية بنين في الرياض على مستوى المدارس المدرس الأولى ثلاثة عام 43 كانت ثانوية أضواء الهداية الأهلية ثم المنارات الأهلية ثم ثانوية الرياض الأهلية ثم ثانوية الخليج وهكذا الفيصلية نجد الغد الرواد المناهج رياض نجد وهكذا كويس ابن خلدون في عرقة ثم المنهل ثم وهكذا نفس الشي أقدر أقارن وأقدر أستعرض كل مدرسة وأقارن بينهم وهنا نقدر أقدر التعليم العالمي والمعهد المهني وهكذا وأقدر أختار أي منطقة كما قلنا زيما قلنا أقدر أختار المكاتب نفسها وأرتب حسب المكاتب وحسب وأيضا على البناء على الإدارة التعليم الخليطة التفاعلية قلنا نرجع لإختيار اختيارنا الأول هنا الآن التحصيلي على مستوى الأداء طبعا نشير المكاتب نشير إدارة التعليم نخليها بس على مستوى المدارس الآن المدارس كويس المدارس 43 عام 43 تحصيلي علمي مستوى الأداء مفتوح للبنين في الرياض حكومي تطبيق هذه المدارس الآن في منطقة الرياض يبدو الآن منطقة الرياض بشكل عام كويس ما لقيت خيار هنا لمدينة الرياض يختنى الأدار إدارة مكتب التعليم نعم معهد لا أتوقع يكون مفوض الرياض موجودة في مكان ما هنا الشمال السويدي يعني بنظرة سريعة ما قدرت أختار المدينة نفسها خلنا إذن مكتب التعليم يكون مفتوح طبعا هنا يبين لي الأخضر الغامق اللي كان 85 وأكثر ضغطت عليها ما فتح لي شيء لكن أقدر أكبر طبعا هنا وأقدر أشوف المناطق من هنا اللي قريبة من السكن سكني عندي وفي أي وقت أقدر أشوف الألوان خمسة وثمائين فأكثر ما فيه يبدو في كثير ما شاء الله من 75 ومن 75 ومن وحسب أنت وين تقدر تشوف المنطقة المدرسة القريبة منك إذا كان يسمح نظام قبول أولادك فيها وتشوف إذا حطيت المؤشر على أي وحدة من المدن هذه حيبين لك اسمها ومعلومات عنها خريطة تفاعلية أشوفها جميلة على كل حال موقع جميل أتمنى أنه يعني يستفاد منه أقدم شكري للهيئة على هذا المجهود الرائع وأتمنى بإذن الله أنه الخدمات الأخرى والجهات الحكومية الأخرى تطلع لنا مثل هل الخرائط التفاعلية المواقع التقييم التفاعلية أتمنى شخصيا أن أشوفها للمستشفيات والإدارات المختلفة الخدمية الأخرى أحتيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته